هستغفر الله العظيم وعوذ بالله من الشيطان الرجيب يا ودي افهم بقى يا ولا اما قالي ساعة عمال اقولك ان طاعة ولي الامر من طاعة الله وبعدين العمدة اعتمان دي يا ولا زي اخوك الكبير ريدلك الخير ما تعصي دماغة كمان خلاص يا مبروك فيه ايه احنا اول مرة نشتري ارض ولا ايه كده الكلام طول قوي يا ولا حضر الجنابك اللي بتطول في الكلام ولا اختيش اقولها ايه تبتكلم واحد صاحبك على اهودي الجناب العمدة يا ولا يلا يلا محروش ابصم على العقد وبعدها باخد الفلوس من جنب العمدة اخد الفلوس الاول وقبل ما ابصم على اي حاجة كمان ايه لهاني يعني ما قدرش اخب منك الفلوس بعد ما ادهالك وما قدرش كمان ابصمك على العقد دي من غير ما ادك من اللي محمر وليه كده يا عبد يا ودي افهم قال لا المبلغ اللي بيقولك عليه جنب العمدة مش الى ايه البنشبه لحطة الارض اللي انت بتتكلم عليها دي يلا هاضي امد على العق لا قليل وقليل قوي كمان يا بشيخ مبروك وبعد انا داخل على جواز وخلفة وعيال وما حلتش غير حدة الارض ديه والدار ارميها يعني كده ولا كنت ارميه اسمع بقى ودي انت انا بقول يعني ان انت لسه صغير وعقلك على قدك لكن انت عليك سابقة قبل كده فلو دخلت السجن يا حبيبي لا حيبقى فيه جواز ولا خلفة ولا ديول وادخل السجن ليه بقى ان شاء الله وان كان على السابقة اللي انت بتقول عليها يا عمدي فالناس كلها عارفي وانت كمان عارف ان ولاد عمي يبلغوا بلاغ كيدي عشان خطر خنايتنا سوا والحمد لله طلع بلاغ كاذب وخدت براقي يعني كان مغرزه معمول فيه يا ودي الفر اقسم بالله العظيم تلاح خلاص يا مبروك خلاص احنا مش هنقعد نهاتي اثبت يا ودي يا حرام انت هنا مكانك حرام ليه وانا سرعتم انك انشاء الله انت تخرص خالص اطلق وادل بي المأمور على التلفون انا حربيك واعرفك ازاي تتكلم مع جناب العمدي اهدى يا عمدي اقعد اهدى ما لا لا ايوه ايوة يا طران ايوة جناب العمدي محتاج يا جناب المأمور ايوة زكت ولا ايه جناب المأمور اهلا وسهلا حاط كده بازط خالص اه لا يهمك يا عمدي جناب المأمور عايز اهدى ماليش ايوة معاني الباشا اهلا وسهلا يا مساء الانوار لا باشا طبعا حتى يا سيدي لو لغوا الالقاب البشاوات بشاوات فو الاكابر اكابر ايوة ماليه لا ساعتك مش خير خالص فيه هوات حرامة هنا سرق زرب تم البهيمة عندي سرق بهم تم الزريبة عندي لا الغفر بتوعي ابضوا عليه ومتحفظين عليه كذاب كذاب في اصل وشك سامع يا باشا شايف بيكذب وبيشتب ووشه مليان كيد بهو شايف ساعتك متشاكرين يا باشا ربنا يخلي معالك ليني مع السلام وايمالات اللي ما انا بيعلك شبري من ارض ابوي يا واد عيب يا واد انت انت بتكلم العمد حتى لو اديتني ادي ثمانها مرتين يا واد اختيش يا واد ادي شر الحليم المال ما انتش عارف اللي هيحصل عني منيش خايب باقي من حاجة واللي عندك اعملوا انت بتقول اللي عندك اعملوا طب انا مش هعمل حاجة خليك بغزك بقى كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة